اشتركوا في القناة عقدية انطلقت في الإسلام ثم انبثق عنها المعتزلة ثم قبلهم الجهمية ثم بدأت الأخبار تتناقل ما بين قبول ورف لكن الفتيلة الأولى كانت هي الخوارج والخوارج في عصرنا الحالي أصبحت كلمة يوصن بها كثير من الناس وكثير من الناس يعني لا يحسن الدلال عليها أو يستخدمها استخداما مغرضا والحق ينبغي أن يكون هو هدفنا فإذا أطلقنا كلمة الخوارج وهي فرقة عقدية وهذه أول نقطة أنها فرقة عقدية وليست حالة نفسية فالإنسان عندما يريد أن يصف شخصا بأنه خارجي لا بد أن يكون معتقدا لعقيدة الخوارج وليس أن يكون فيه شيء موافقا لبعض ما تقول الخوارج فيقول ابن قدامة في المغني الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبين وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم إذن حتى نقول هذا الرجل خارجي ونقصد بها الفرقة العقدية هم يكفرون بالذنب هذه أولا ويكفرون الصحابة هذا ثانيا يستحلون دماء المسلمين وأموالهم هذه حالة ثالثة يقول ابن حزم ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم الذي وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوي رضي الله عنه وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجول وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدى ذلك مما اختلف فيه المسلمون وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيا إذن حتى يكون المرء من الخوارج ينكر التحكيم ويكفر أصحاب الكبائر ويزعم أن أصحاب الكبائر مخلدون يوم القيامة والخروج على أئمة الجول فإذا كان فيه صفة واحدة مثلا إنكار التحكيم أو أنه كفر أصحاب الكبائر أو أنه رأى الخروج على أئمة الجول أو قال إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار أو أن الإمامة جائزة في غير قريش إذن الخصلة الواحدة ليست هي الخوارج لابد أن تكون بمجموع هذه الأقوال طبعا عندنا في مذهب الحنابلة الذي ذكرناه عن صاحب المغني الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمانا وعليا وطلحة والزبين وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم هذه صفة الخوارج عندنا في المذهب مذهب الحنابلة عندنا من يرى رأي الخوارج إذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبير وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأمواله إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام إذن عندنا فرقة من الناس ترى رأي الخوارج الذي ذكرناه من تكفير صاحب الكبير وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم لكنهم ليسوا قد تهيأوا بالسلاح للخروج عن الحاكم لا زالوا تحت قبضة الحاكم ما الذي نفعله بهم فحكى القاضي عن أبي بكر أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه لذلك ينبغي عن الإنسان أن ينعصمه عن سفك الدم الحرام وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز فعلى هذا حكمهم في ضمان النفس والمال حكم المسلمين أيضا وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دماءهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم إذن عندنا مسألتان مسألة الأولى من هم الخوارج وذكرنا صفتهم والحكم الثاني أن من أظهر مذهب الخوارج ولم يحدث صدعا في المجتمع أننا لا نتعرض لهم وهذا لما قال رجل لسيدنا عليه لا حكم إلا لله قال كلمة حق ردة بها باطل لكم لكم عندنا ألا نبدأكم بقتال إذن هذه هي القاعدة الآن الخوارج هل ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنهم فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن خروج الخوارج وقتالهم وعلاماتهم وفي زمن سيدنا علي بالرجل المخدد ذي الثدية نعم يقول البخاري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنوقاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذاذيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضوديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدارو ويخرجون على حين فرقة من الناس يقول أبو سعيد الخدر رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فلتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته إذن هذا الحديث رواه مسلم ورواه البخاري نعم وهذا الحديث يعني أيضا نبي سعيد الخدري كما رواه مسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق فهذا ما رواه مسلم وأيضا رواه مسلم قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارد فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق وفي رواية نحو العراق يخرج قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية محلقة رؤوسهم نعم محلقة رؤوسهم وروا مسلم عن أبي ذر نحو شر الخلق والخليقة وعن أنس مرفوع سيماهم التحليق شر الخلق والخليق وفي الصحيحين عن سويد بن غفلة عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وأخرج مسلم أيضا عن عبيدة عن علي في خبر مودان اليد وهو ذو الثدية نعم إذن هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لذلك يقول علي وفيه أن عبيدة السلماني قال أنه حلف علي على ذلك فحلف أي علي رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصة ذو الثدية هذه ذكرها النبي وذكرها علي رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الثدية فقال شيطان الردها بفتح فسكون النقر في الجبل يستنقع فيها الماء اللي هي الردها كراع الخيل يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلامة يقول السفيان فأخبرني عمار الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له الأشهب أو ابن الأشهب وسعد بن مالك يقول وهو سعد بن أبي وقاص يقول قتل علي بن أبي طالب شيطان الردها يعني المختج يريد والله أعلم قتله أصحاب علي وقال علي لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن عياش جيش المروة قتلت عثمان رضي الله عنه أبو سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله قال لا فقال عمر أنا هو يا رسول الله قال لا ولكن خاصف النعل يعني علي رضي الله عنه وقال لاحق كان الذين خرجوا على علي بن نهروان أربعة آلاف في الحديد فركبهم المسلمون فقتلوهم ولم يقتلوا من المسلمين إلا تسعة ره وإن شئ فاذهب إلى أبي برزه فإنه قد شهد ذلك طبعا ابن كثير يقول رضي الله عنه أن أحاديثهم يعني أحاديث الخوارج والأخبار بهم بقتال الخوارج متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأ ووقوع ذلك في الزمان علي معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة نعم أما كيفية خروجه وسببه ومناظرة ابن عباس لهم في ذلك ورجوع كثير منهم إليه فهذا يعني قد أتى وكثرة حتى يعني اشتهر عند أهل العلم أن سيدنا علي قد ناقشهم وسيدنا بن عباس قد ناقشهم وألزموهم الحجة حتى استطاعوا أن يعني يرجعوا من أرجعوا منهم وظل من ضل منهم نسأل الله العافية الآن عندنا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج هؤلاء الخوارج وكان مطلع هذا الأمر من عند ذاك الرجل الملقب بذول خويصرة يقول البخاري عن عبد الله بن مسعود لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حني قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر هذا رواه البخاري ورواه أيضا مسلم البخاري يقول عن عبد الله بن مسعود لما كان يوم حني آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر والبخاري له رواية أخرى نحن الآن نتكلم عن سرد تاريخ كلمة النبي في خروج الخوارج وبداية من هذا الرجل الملقب بذي الخويصر التميمي الذي قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم اعدل فإذا هي البداية لأن النبي ذكر صفة الخوارج في هذا الحديث يعني رواية البخاري يقول فقال يا رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ومحمد بن إسحاق يقول عن أبي عبيد محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم يقول خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمر بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حني قال نعم جاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخوي صيرة فوقف عليه وهو يعطي الناس فقال له يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فكيف رأيت قال لم أرك عدلت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألا نقتله فقال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرج منه كما يخرج السام من الرمية ينظر في النص فلا يوجد شيء ثم ينظر القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرث والدم إذن جابر بن عبد الله أيضا حدث بهذا الحديث قال أتى رجل بالجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم صرفه من حني وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية رواه مسلم إذن هذه الأحاديث تتابعها كثرة وسنأخذ إن شاء الله حديث سيدنا علي سنأخذ الصحابة أيضا الذين حدثوا فعلى المستمع الكريم أن يصبر على هذا السرد لأنها مبنى عليها ما بعدها وهي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد أيضا روا عن جابر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغانم حنين إذ قام إليه رجل فقال اعدل فقال لقد شقيت إن لم أعدل رواه البخاري وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويسر رجل من بني تمي فقال يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق الساهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذابه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه يقول سيدنا أبو سعيد الخدري فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه وأمر بذلك الرجل فلتمس فأتي به حين نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته رواه أيضا مسلم الآن أحاديث الخوارج هذه ذكرنا القصة الآن بداية القصة هي قصة حني وذاك الرجل الملقب ذي الخويصرة الذي تجرأ وزعم أن النبي لم يعدل فالنبي أخبر عن حاله وحال من سيأتي بعده لم يقصد النبي أن هذا الرجل سيتزوج ويولد له أولادهم الخوارج وإنما قصد النبي سيكون هناك القوم الذين يتعمقون في الدين كما تعمق هذا فيكفرون المسلمين ويستحلون قتالهم ثم وصفهم بالعبادة والاجتهاد وما شئت من صالح العمل لكنه لا ينفعه كما أن السهم إذا كان الرام حاذقا قويا شديدا فإن السهم يخترق الرمية دون أن يصاب هذا السهم بعد اختراقه ذا الرمية بدم ولا فرث الآن ما ورد في الخوارج من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي صاحب هذه القصة روى عنه قرابة 12 رجل زيد بن وه سويد بن غفلة طارق بن زياد عبد الله بن شداد عبيد بن أبي رافع وعبيدة بن عمر السلماني وكليب أبو عاصم وأبو كثير وأبو مريم وأبو موسى وأبو وائل وأبو الوضيء فهذه اثنى عشرة طريقا إليه إذن هذا يبلغ حد التواتر عن سيدنا علي رضي الله عنه زيد بن وهب يقول لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي في أصحابه فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس وهم أقربوا العدو إليكم فإن تسيروا إلى عدوكم فإنا نخاف أن يخلفكم هؤلاء في عقابكم كان سيدنا علي رضي الله عنه بعدما خرج إلى الصفين وحدثت حادثة الحكمين خرجت الخوارج لكنهم لم يفعلوا شيئا لكن سيدنا علي قد جهز جيشا لإعادة الكرة في غزو الشام وإخضاء أهل الشام لطاعته فلما أراد الخروج كان هؤلاء القوم وهم الخوارج قد قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرث وبقر بطن أمرأته فسيدنا علي قال تريدون أن تغزوا الشام وهؤلاء خلف أظهركم فلنبدأ بهم أولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج خارجة من أمة ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رجلا له عاضد وليس له ذراء عليها مثل حلامة الثدي عليها شعارات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله ومسلم رضي الله عنه يقول عن زيد بن وه أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم أمة يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لتكالوا على العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعارات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لا أرجو أن يكون هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا في صرح الناس فسيروا على اسم الله قال سلمة فنزلني زيد بن وه منزلا منزلا أي الطريق الذي سلكه سيدنا علي في الذهاب إلى أهل النهروان حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي طبعا عبد الله بن وهب الراسبي وهو يعني أول من طبعا اختار الخوارج غيره كما سيأتي إن شاء الله في قتل في قتل سيدنا علي لهم في النهروان سيكون لها يعني بابا مفردا إن شاء الله ودرسا خاصا بها قال لهم عبد الله بن وهب الراسبي ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا فرجعوا فوشحوا برماحهم وسلوا السيوف فشجرهم الناس برماحهم وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فسيدنا علي رضي الله عنه بعدما انتهت المعركة قال التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه إذن سيدنا علي لم يكذب ولم يكذب رضي الله عنه فلما أخبرهم بما أخبر به النبي قالوا لم نجده فهنا سيدنا علي قال رضي الله عنه قال ما كذبت ولكذب ثم قام رضي الله عنه بنفسه حتى أن أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال أخروهم فوجدوه مما يل الأرض فكبر قال صدق الله وبلغ رسوله فقام إليه عبيدة السلمان فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب سيدنا علي إي والله الذي لا إله إلا هو فاستحلفه ثلاثا وهو يحلف له هذا لفظ مسلم في صحيحه وأيضا طريق آخر عن سويد إذن غفل رواها الإمام أحمد قال علي رضي الله عنه إذا حددتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله عز وجل يوم القيامة هذا أيضا في الصحيحين من طريق من طرق عن الأعمش رضي الله عنه وأيضا الإمام أحمد عن طارق بن زياد قال سار علي إلى النهروان وقال الوليد في روايتي وخرجنا معه فقتل الخوارج فقال اطلبوا المخدج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا تجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعارات سود إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس قال الوليد في روايتي فبكينا لأن سيدنا علي رضي الله عنه قال كلمة عظيمة إن كان هذا الرجل الأسود ذو الثدية في هؤلاء القوم فقد صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا خيرا وإن لم يكن فيهم فقد اجتهد رضي الله عنه في قتل هؤلاء القوم وهم عباد زهاد حفاظ يعني أصحاب اجتهاد في العبادة فقال خير الناس الآن الناس لما سمعوا الحديث بكوا لعلهم يعني فعلا قتلوا خير الناس ثم إنا وجدنا المخدج قال فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معه طبعا تفرد به أحمد من هذا الطريق طريق آخر أيضا يعني عن علي رضي الله عنه أخرجه مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي رضي الله عنه قال لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم وشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبيشة أو حلامة تدي فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم نعم هذا تفرد به مسلم أيضا الإمام أحمد عن علي ذكر الخوارج فقال فيهم مخدج اليد أو مثدون اليد أو موء دون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال عبيدة قلت أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة وأيضا عبيد السلماني يقول يقول قال علي عن رسول الله يخرج قوم فيهم رجل مودان اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال عبيدة قلت لعلي أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة وعبيدة أيضا قال قال علي لأهل النهروان فيهم رجل مودان اليد أو مودان اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأخبرتكم ما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم قال عبيدة فقلت لعلي أنت سمعته قال إي ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثة نعم هذا ما كان من حديث عبيدة السلماني وأيضا طبعا هذه يعني كما يقول بن كثير يعني من طرق متعددة تفيد القطعة عند كثيرين عن محمد بن سرين وقد حلف أنه سمعه من عبيدة وحلف عبيدة أنه سمعه من علي وحلف علي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولننسى أن سيدنا علي قال أن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عاصم من كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي إذ دخل رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي وهو يكلم الناس فشغل عنه فقال علي إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال لي كيف أنت وقوم كذا وكذا فقلت الله ورسوله أعلم قال فقال قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم وصدق رضي الله عنه وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه نعم إذن وأبو جحيف عن علي رضي الله عنه حين فرغ من الحرورية أن فيهم رجلا مخدجا ليس في عضده عظم ثم عضده كحلمة الثد عليها شعارات طوال عقف فالتمسوه فلم يجدوه قال فما رأيت عليا جازع جازعا أشد من جازعه يومئذ فقالوا ما نجده يا أمير المؤمنين فقال ويلك ما اسم هذا المكان قالوا النهروان قال كذبتم إنه لفيهم فثورنا القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين ما وجدناه قال ما اسم هذا المكان قلنا النهروان قال صدق الله ورسوله وكذبتم إنه لفيهم فالتمسوه فالتمسناه فوجدناه في ساقي فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عضم وعليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعارات طوال عقف وهذا يدل كما قلنا أنها من دلالات النبوة صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن غيب يأتي فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو كثير مولى الأنصار كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم كما قال سيدنا علي قبل قليل أنهم خير الناس إذا لم يكن المخدج فيهم فهم خير الناس لماذا؟ يحقر أحدكم صيامه إلى صيامه وصلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته فهذه صفة عظيمة في العبادة ولكنه كما قال تعالى ضل سعيهم في الحياة الدنيا فالناس لما قتلوه وهم كانوا العبات المجتهدون في العبادة كأنه وجدوا في أنفسهم من قتلهم فما كان من سيدنا علي إلا أن طيب خاطرهم فقالوا يقولون فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه آبادا حتى يرجع السهم إلى فواقه وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة لها حلمة كحلمة ثدي المرأة حوله سبع لهابات فالتمسوه فإني أراه فيهم فالتمسوه فوجدوه على شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي فقال الله أكبر صادق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون وأيضا هذا رجل أبو مريم يقول حدثنا علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية إذن هذه الأحاديث كلها عن سيدنا علي كما رأينا وسمعنا عدد هؤلاء الذين شاهدوا على علي رضي الله عنه عددهم 12 رجلا وهذا يدل على تواتره عن سيدنا علي رضي الله عنه إذن سيدنا علي رضي الله عنه دخل في هذا الموضوع على يقين إذن هذه طرق متواتر عن علي إذ قد روي من طرق متعددة عن جماعة متباينة لا يمكن توطئهم على الكذب فأصل القصة محفوظ وإن كان بعض الألفاظ وقع فيه اختلاف بين الرواه ولكن معناها وأصلها الذي تواطأت الروايات عليه صحيح لا شك فيه عن علي أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبره عن صفة الخوارج وصفة ذي الثدي الذي هو علامة لهم هذا ما كان من سيدنا علي أما الصحابة الذين رووا حديث الخوارج غير علي أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورافع بن عمر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد سعد بن مالك بن سينان الأنصاري وسهل بن حنيف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وعائشة فإذن إذا جمعنا هذه الحديث الأحاديث وهؤلاء الصحابة والطرق إلى هؤلاء الصحابة فحديث الخوارج متواتر لا شك فيه نعم إذن وقد قدمنا حديث علي بطرقه التي شرحناها قبل قليل وعلي رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشر المشهود لهم بالجنة وأحد أصحاب الشورى وهو صاحب القصة طبعا أول حديث عن الخوارج حديث عبد الله بن مسعود طبعا الحديث الذي أخرجه أحمد يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام أحداث أو قال حدثاء الأسنان يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدوا تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلاهم الآن ابن مسعود طبعا وهذه نقطة ينبغي التنبه لها أن ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من خمس سنين فحديثه في ذلك من أقوى الاعتضاد ما هي أصل قصة سيدنا ابن مسعود الحديث أن يقول التابع الجليل يقول كنا نجلس على باب عبد الله بمسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغدا فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاء أبو موسى الأشعر رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قلنا لا بعد يعني طبعا هم هؤلاء طلبة العلم كانوا يجتمعون على باب عبد الله بمسعود قبل صلاة الفجر فإذا خرجوا مشوا معه لأن عبد الله بمسعود كما قال عنه سيدنا عمر كنيف ملئ علما وهو الذي قال فيه النبي من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فعبد أبو موسى لما رأى شيئا في المسجد فاسترابه لكنه انتظر رأي عبد الله بن مسعود فقال فجالس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو قال إن عشته فسترى قال رأيت في المسجد قوما حلاقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم ثم مضوا ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوفرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا انظر إلى كلمة ابن مسعود كلمة عظيمة جدا لو تأملها الإنسان لم فتح له من العلم أبوابا وليس بابا قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وعيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنه فقال عمر بن سلامة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما نهروان مع الخوارج هذا حديث بن مسعود حديث أنس إن فيكم قوما يتعبدون ويدأبون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إذن يقول أنس أيضا سيكون في أمة اختلاف وفرقة قوما يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فواقهم شر الخلق والخليقة طوب لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق إذن هذا ما كان من حديث أنس رضي الله عنه جابر ابن عبد الله أيضا قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل جعرانه وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال رجل يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية إذن جابر يقول بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض للناس ويعطيهم فقال رجل اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل إذن حديث جابر كما رأينا موافق لحديث من سبقه أن هؤلاء القوم كانوا يقولون بهذا الذي هو ذو الخويصرة فانظر إلى مآل هذه الأمور أيضا عندنا سعد ابن أبي وقاص قد تقدم حديث أو لما قال أن علي قتل شيطان أردها نعم أيضا عندنا حديث أبي سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري أيضا ذكرناه مرارا وذكرنا أنه يعني شهد مع سيدنا علي رضي الله عنه وحديثه المشهور قوم يخرجون على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق نعم يقول أبو سعيد الخدري بعد أن ذكر حديث علي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقول أبو سعيد فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه ولي قتلهم قال فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويداه ترتعش يقول قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك وهذا إما يدل على قناعة تامة بصحة ما فعل سيدنا علي رضي الله عنه طبعا أبو سعيد الخدري حدث أيضا عن ذو الخويسر لما قال يا محمد اتق الله فقال من يطيع الله إذا عصيته يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني وقال الحديث النبي المشهور إن من ضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد هذا رواه أيضا البخاري نعم طبعا قلنا يخرج من ضئي هذا ليس المراد به أنه يخرج من صلبه ونسله لأن الخوارج اللي لنا ذكرنا لم يكون من سلالة هذا بل ولا أعلم أحدا منهم من نسله وإنما المراد من ضئ هذا أي من شكله وعلى صفته فعلا وقولا وهذا الشكل يقول بن كثير وهذه الصفة كثيرة في الناس جدا في كل زمان وكل مكان في قراء القرآن وغيره لمن تأملها والله أعلم وهذا الرجل قدمنا مرارا أنه ذو الخويصرة التميمي وسماه بعضهم حرقوسا والله أعلم إذن البخاري أخرج عن حديث هؤلاء الخوارج في أكثر من موطن نعم لذلك تقريبا الحديث عن أبي سعيد الخدري جاء من أكثر من طريق قد وصل بعضها في البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وكان بذلك الطرق ثابتا عن أبي سعيد الخدري وفي الصحيح من ذلك طرق متعددة ذكر النبي يقول أبو سعيد يقول سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أخذ سهمه فنظر في نصله فلم يرى شيئا ثم نظر في رصافه فلم يرى شيئا ثم نظر في القوذة فتمارا هل يرى شيئا أم لا نعم إذن هذا ما كان من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أما حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه فيقول أحدثك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيدك عليه شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قوما يخرجون منها هنا وأشار بيده نحو العراق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال قلت هل ذكر لهم علامة قال هذا ما سمعت لا أزيدك عليه طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أخرجه من طريق وأخرجه مسلم أيضا من طريق آخر نعم أيضا حديث بن عباس حديث مشهور ليقرأ أن القرآن أقوام من أمة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حديث بن عمر يخرج من أمة قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم نعم وبالنافع يقول الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان وأشار بيده نحو المشرق حديث عبد الله ابن عمر ابن عص قد تقدم لما سألوه هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال نعم وحديث أبي ذر الغفار عند مسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمة أو سيكون بعدي من أمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلا قيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة قال ابن الصام فلقيت رافع بن عمر الغفار أخى الحكم الغفار قلت ما حديث سمعت من أبي ذر كذا وكذا فقال وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رواه مسلم ولم يرويه البخاري أما حديث عائشة رضي الله عنه قول علي رضي الله عنه قال لي علي لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا حديث بلغنا قتل علي الخوارج فقالت قتل علي بن أبي طالب شيطان الرده يعني المخدج وأيضا عن عائشة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي إذن فهذا ما كان من حديث علي رضي الله عنه وحديث باقي الصحابة ويعني يقول ابن كثير وإنما أوردنا هذه الطرق كلها ليعلم الواقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر دلالات النبوة كما ذكره غير واحد من الأئمة في دلائل النبوة والله تعالى أعلم وقد سئلت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك عن خبر في الثدية فتيقنته من طرق متعددة حتى قالت عائشة لمسروق عندك علم من ذي الثدية الذي أصابه علي في الحرورية قلت لا قالت فاكتب لي بشهادة من شهدهم فرجعت إلى الكوفة وبها يومئذ أسباء فكتبت شهادة عشرة من كل سب ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليهم قالت أكل هؤلاء عاينوا قلت لقد سألتهم فأخبروني بأن كلهم قد عاينهم نعم قالت رحم الله عليا لقد كان على الحق وما كان بيني وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحماءها نعم طبعا هناك حديث مشهور الذي هو سمعت عليا على منبركم هذا يقول عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناكثين والقاصطين والمارقيين هذا حديث غريب منكر وهذا الحديث على جهة الخصوص لا تخلوا واحدة منها أم ضعف والمرأة بالناكثين يعني أهل الجمل وبالقاصطين أهل الشام والقاصط هو الجائر الظالم وبذلك نكون أنهينا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج على جهة الخصوص إذن هذا الدرس إنما سردنا به سردا كل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن هذا الحديث تواتر عن النبي بهذه الألفاظ بهذه الدقة بهذه الدلالة وهي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله في قتال سيدنا علي لأهل النهروان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر